السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد بكم شيوات وتدبير حبيب الغاوي كنت تمنع تكونوا بي خير وعلى خيرها البنات اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم طريقتي في تحضير سردين بطريقة جيد بسيطة كي يجي لديد لديد بساف يعني فكرة مغيرة شفت البنات بساف حطوه لكن صراحة ما كنتش كنديرها للسردين كنت كنديرها مع الأنشوبة وكنديرها مع السمك ديال الميرنا خاصة اللي كي يكون صغير وده بجربتها بالسردين صراحة جاترة وعاو وقلت زي ما غادي نشاركها معاكم حتى انتم معلش اللات جربوها وتعجبكم الفكرة المهمة لبنات يعني عندي كيلو ديال السردين اللي كان كون وصلته ونقيته مزيان حيث لي الشوك وصافي كان سقطره مزيان هنا غادي يحتاج للتوابل عندي هنا ملقة صغيرة من الكامون ضريز ديالتو ما مع القليم الخرقوم والملح وهنا يحتاج للبزار والعاصر ديال نصف حمضة إلا كانت صغيرة أو لا على حسب الكمية ديال السردين غادي تستعملوا هنا غادي تضريز ديالتو ما من الأحسن إلا كان عندكم التو ما اللي كتكون عبره لا موغيتش تديروا هذي أو لا المهم على حسب اللي متوفر عندكم صافي هنا غادي نضيف هالتوابل هذي اللي هي الخرقوم والكامون والبزار والملح هنا يلح القوم كستعملوا هالبنات بكمية اللي كتكون شوية كبيرة جيد مع القاة صغيرة باش كيعطيكم اللون في السردين صافي هنا بعد ما أصرت على ديك التوابل الحامض كنضيف واحد جوج مع القديل الزيت فقط نباتية هنا يا البنات ما كنستعمل شار ربيع فهد الشرمولة هذي أو هد الخلطة هذي باش كيجينا السردين في واحد النس ما كتجي يعني ما ما تقنوش أنكم يعني كتاكلوا السردين كتصحبوا يعني بحل ميرنا صراحة كيجي في المدق رائع بزا فالبنات غيجربوه هنا يا غادي نضيف السردين ديالي في ديك الخلطة اللي وجدنا وغادي نخلطه جيدا بالنسبة لهاد الوصفة اللي بنات صراحة كتبغي السردين يكون جديد يعني ما يكونش دك السردين اللي كيكون في الموج ميد ولا بحلها كتكون في ديك الريحة دي السردين بالعكس خاص يكون سردين طري ويكون جديد باش ما كتجي يكونش في نهائية لما دق ديال السردين صراحة هاد الفكرة هدي عجبت الولدات بززف بزف ذك شيء بشاركتها معاكم حتى انتم متجربوها لأنه في علاقة تستحق التجربة سوف نضيف المقلات الزيت سوف نضيف السمك سوف نضيف المقلات الزيت وهناي عندي جوج بيضات كنطربوهم مزيان هذا هو السير ديل هات الوصفة هادي هاد البيض كيخلينا السردين كيجي فيه واحد لما دقلي ورائع بزاف وكيجي يعني ملبس بدك الدقيق والبيض وكيجي السمك الداخلي يعني وخاك يجي مقرمش على برا دك السردين كيجي طري من الداخل وكيجي لدي بزاف صافيناي غادي ندوزو في الدقيق وكيجي ندوزو في البيض بالنسبة البيض موكيناكم تضيف واحد رشيشة ديالة الملح صافي بات الشكل عذا البنات وكيجي نعود نرجعو الدقيق وكيجي نبسو مزيان بالدقيق وكيجي نحيد عليه ذاك الفائد لي كيكون يعني لاصق ديال الدقيق باش ما يتحرقش لنا في الزيت هنها غادي نعود معاكم شي وحدين باش يعني طريقة سهلة بسيطة جدا وصراحة حتى الريحة اللي كنكونو كنقلي ويعني ما كتجيش في ديك الريحة ديال السمك يعني كيجي وصفة رائعة بزافة البنات كنتمنى ناكم تجربوها أكيد غادي تعجبكم وتشاركوها مع الأصدقاء والأحباب ما تنسوش أنكم تخلو لنا إعجاب للفيديو لأن الصراحة الإعجاب كيزيت كيطلع لنا الفيديو وحتى التعليق المحفزة ويعني لكم يعني واسع النظر يعني كل واحد وكيفاش كيشوف الوصفات وكيفاش كتجيه يعني كنتمنى يعني لكل واحد يكتب يعني ذك الشي اللي كايين يعني كيف ما كنت تعليق سواء إيجابية أو سيل بيا يعني مرحبا بالجميع هنا يا البنات كيف كتشوفوا معايا السردين ديالي بعدما درتو كيتقلا هنا يا بعدما طاب من الشيهة اللولة هنا يلا لاحطوا معايا راحطيتو على الجيهة ديال الظهر باش كيجيني السردين يعني ما شربش الزيت بتاعة صافينا يا كان قلبو باش كيزيد التحمر لي من الجيهة الثانية يعني ما كيخدش وقت طويل وهو صراحة كيجي مقرمش بهذه الخلطة هادي هنا يا البنات كيف كتشوفوا معايا بعدما طاب كيجي بها الشكل هذا صدقون يا البنات كيجي مقرمش وكيجي لديه الزاف هادي هي الوصفة ديال اليوم كنتمنى انها تكون نالت لإيجاب ديالكم وتشاركوها مع الأصدقاء والأحباب باش تعمل فائدة وشكر على المتابعة وإلى وصفة أخرى إن شاء الله شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر